في منطقة يعني برضو قرية مصنطة معانا شباب والحقيقة معانا مخطوبين الاتنين الطرفين حاضرين مع بعض وبيطلقوا التدريب سوا عندنا مبادرة جميلة جدا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج دكان الفرحة الفتيات الأولى بالرعاية اللي بيقوم الصندوق بتجهزهم بكل الأجهزة والأدوات استعدادا للجواز احنا فيه تنصيق مع الصندوق ان احنا بندرب الفتيات وخطابهم بيجوا ودي طبعا فئة بسيطة جدا وموجودة في مناطق مختلفة يمكن احنا اطلقناها في ديسمبر الماضي لسه بقالنا شهرين في الموضوع نفذنا على مستوى أربع محافظات بإذن الله الأسبوع القادم احنا موجودين في مناطق مختلفة من العيات لمنشية ناصر مناطق كلها بسيطة وليها طبيعة والجلسات بتبقى متخصصة جدا يعني بيبقى عندي متخصص صحة إنجابية ومتخصص تشارات قصرية وبنوع نتكلم بالتفصيل وعايز اقول لحضرتك ان الفئة دي تحديدا فعلا بتبقى محتاجة جدا دعم احنا تدريباتنا يمكن بتخلص على الساعة اربعة ونص لا مع هذه الفئة تحديدا بعدما بنخلص بيبطال يعودوا يتكلموا مع تكترة والتدريب بيبقى وقت وقت دي كم يوم أو كم ساعة لا هو يوم واحد يوم واحد بس تامن ساعات لأن طبعا برضو صعب إن هايك تلزم ناس يسيبوا أشغالهم ويقوا يقعدوا يومين بيبقى صعب شوار بس بتفرق جدا لو الطرفين موجودين جدا جدا واحنا لمسنا ده وده جزء من تطوير البرنامج والمشروع يعني احنا الأول كنا بنستهدف من 18 ل 25 سنة ونمقبلين على زواج فقط ولكن فترة جائحة كورونا الحقيقة عملنا شوية تدريبات تفاعلية على زوم وصادف إن كان معاينا مخطوبين ومتزوجين وكان ليهم تعليق إن يا ريت الطرف التاني كان موجود معاي النهاردة يسمع التدريب هنا بدأنا بقى إن احنا نتوسع ونقول لأ خلينا نستهدف فعلا المخطوبين والمتزوجين حديثا يحضروا مع بعض طيب هو البرنامج كده عبارة عن ايه؟ 8 ساعات نفهم كده للناس ونقسمها لهم بشكل سريع هو عبارة عن 8 ساعات عندنا 4 ساعات ما بين الجزء الاجتماعي والنفسي والشرعي عندنا 3 ساعات تانيين عبارة عن الجوانب الصحية والصحة الإنجابية لأن ده بيهتموا بيه قوي بعد كده عندنا ساعة بتبقى ما بين جلسات محاكاة يعني المتدرب بيطلع بقى ويعملوا خناقة مع بعض ويبتدي المدرب يقولهم على الخطوات العلمية مثلا لحل المشكلات والتواصل